شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مرسم توقيع عقود إنشاء أكبر مجمع لصناعات الأغزاء الزراعية في شرق الأوسط بمدينة السادات بإجمال استثمارات يصل إلى 300 مليون دولار وتأتي تلك الخطوة في ضوء توجه الدولة نحو تعظيم القدرات الصناعية من خلال استراتيجية تعزيز الصادرات وإحلال الواردات حيث سينتج المجمع ما يزيد على 100 الفطرن من المنتجات الزراعية الغذائية سنويا فالمرحلة الأولى باستخدام أحداث التكنولوجيات العالمية في مجال صناعة الأغزاء الزراعية وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال كما سيوفر هذا المشروع ما يزيد على 7000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ويستهدف تصدير أكثر من 80% من إنتاجه للخارج الدولة بتدي أولوية واهتمام جدا ناحية التصنيع الغذائي وخاصة التصنيع الزراعي يمكن التصنيع الزراعي أو القيمة المضافة على المنتجات الزراعية عندنا يمكن ما خدتش حظها الفترة اللي فاتت وكانت نسبة مشاركتها أننا نحط قيمة مضافة على المنتجات الزراعية اللي عندي يمكن كانت بتوصل لـ 10% توجيهات القيادة السياسية وتوجيهات فخامة الرئيس الاهتمام ورفع النسبة دي لـ 30% احنا حققنا النهاردة صادرات من الحاصلات الزراعية يمكن السنة اللي فاتت 3 مليار تقريبا قربة 3 مليار دولار السنة دي أول 10 شهور عدنا وتجاوزنا 3 واحد من 10 مليار دولار النهاردة احنا بنتكلم على مجمع صناعي في أربع مصانع للصناعات الغذائية حجم استثمارات 300 مليون دولار والاستثمارات ده هي تجاية من خارج جمهورية مصر العربية وده بيؤكد على ثقة المستثمر النهاردة في الاقتصاد المصري بنتكلم النهاردة على حاجة ما كانتش موجودة قبل كده قيمة مضافة كبيرة جدا موقع متميز هتشتغل بمنطقة الحرة أو بالنظام المناطق الحرة اعتقد انها هتكون اضافة كبيرة جدا للتصنيع الزراعي في مصر وبداية خير المشروع ان شاء الله بإذن الله أول ما يكتمل خلال ان شاء الله 18 شهر هيبدأ المرحلة الأولى هيحقق ان شاء الله صادرات بنسبة 200 مليون دولار وحيوصل الرقم ده في انتهاء المشروع ل400 مليون دولار